بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أعذاء الطلاب مرة ثانية في استكمال دروس اختبارات الفروض الإحصائية بعد أن تعينا من اختبارات الفروض حول متوسط المجتمع سنبدأ في درس جديد عن اختبارات الفروض حول نسبة ظاهرة ما في المجتمع إذا كانت العينة كبيرة سياغة الفرض الإحصائي فرض العدم سيكون بي بتساوي بي زيرو لا يوجد فرق معنوي بين النسبة الحقيقية والنسبة المزعومة أو المدعاء التي يدعيها أحد الأفراد الفرض البديل يوجد فرق معنوي بين النسبة الحقيقية والنسبة المزعومة وهو أحد الحالات الثلاثة التالية إما تكون البي لا تساوي وهذا اختبار زو طرفين أو تكون أكبر من وهذا اختبار زو طرف واحد أيمن أو تكون اختبار زو طرف واحد أيصر إذا كانت البي أقل من البي زيرو المدعاء أو المزعومة من أحد الأفراد الخطوة الثانية سيتم احتساب إحصائية الاختبار زد المحسوبة من بيانات العينة باستخدام الإحصائية والإحصاء زد بيساوي بي هات محسوبة من العينة بي زيرو كما نعلم آتية من الاتش زيرو مقسومة على جزر بي زيرو في المكمل الخاص بها واحد نائس بي زيرو على الإن كما نعلم أنه كيو زيرو ممكن وضعها مكان الواحد واحد نائس بي زيرو إذن كيو زيرو يمكن الاستعادة عنها أو بالرمز كيو زيرو عن واحد نائس بي زيرو ثلاثة تحديد القيمة الجدولية بناء على نوع الاختبار سواء كانزو طرف واحد أو طرفين وكذلك مستوى المعنوية المستخدم ثم في أربعة بنتخذ القرار بناء على قيمة إحصائية الاختبار زد المحسوبة ووقوعها في منطقة الرفض فنرفض فرض العدم وبالتالي نقبل الفرض البديل أو وقوعها في منطقة القبول وبالتالي نقبل فرض العدم مثال في تقرير ما ذكر أن 15% فقط من خريج الجامعات يجدون عملا في مجال تخصصهم الرئيسي هذه النسبة محسوبة من خريج الجامعات بالكامل اخترت عينة عشوائية حجمها 400 هذا هو حجم العينة فوجد من بينهم 80 من يتصفون بالصفة أنهم بيعملوا في مجال تخرجهم أو تخصصهم 80 فهل تدل نتائج العينة على أن النسبة التي ذكرت في التقرير كانت تختلف عن الواقع استخدم مستوى معنوية واحد في المية النسبة التي ذكرت في التقرير 15% إذن H0 بي بتساوي 15% الفرض البديل بي لا تساوي 15 من 100 ده في H1 نستخدم طبعا إحصائية الاختبار Z نظرا لكبر حجم العينة بتساوي 400 Z بتساوي بي هات إزاي أحسب بي هات قبل منتقل للشريحة القادمة هاخد الثمانين مقسومة على حجم العينة اللي هو 400 حسبنا البي هات ثمانين على ربع مية طلعت بتساوي 0.20 هاخد الثمانين هنقص منها البي زيرو الموجودة في اليتش زيرو بخمسة عشر من 100 ثم أقسم على الانحراف المعياري للنسبة اللي هو جزر بي زيرو خمسة عشر من 100 في المكمل واحد نقص خمسة عشر من 100 بيكون بيساوي 85 مقسوما على حجم العينة عشرين نقص خمسة عشر من 100 على خمسة عشر من 100 في 85 من 100 على ربع مية يساوي 0.1275 على ربع مية تقول لده تحت الجز هتساوي 5 من 100 على 0.078 إذا قيمة زد بتساوي 2.8 لاحظ معي هذه الكالكوليتد أو المحسوبة ثلاثة تحديد القيمة الجدولية بناء على نوع الاختبار هذا الاختبار زي ما قلنا اختبار زو طرفين يساوي أو لا يساوي مستوى المعنوية 1% نقوم بقسمتها على 2 نوجد القيمة المقابلة لواحد في المية اللي هي مقابلة لتسعة وتسعين في المية بتكون بتساوي 2 خمسمية خمسة وسبعين ووضعته موجب وسالب لأنه زو طرفين أربعة اتخاذ القرار بما أن إحصائيات الاختبار زد لو رسمنا كده الرسمة البسيطة بتاعتنا هذه الرسمة تمثلة حول الصف عندي هنا 2.575 هنا أيضا 2.575 ولكن بالسالب هذه منطقة القبول هذه منطقة أو منطقة الرفض ننظر إلى القيمة المحسوبة 2.810 نجدها تقع على يمين القيمة الجدولية 2.575 أي في منطقة الرفض إذن القرار هو رفض الـ H0 وقبول الـ H1 ترجمة نانسي قنقر